ويه حكاية أشرب شاي؟ والله دي يعني عاملة ما شاء الله ومشاهدات كبيرة أوي الحمد لله دي يعني طبعاً أستاذ حمد أهلال الفنان طبعاً يعني مش عايز أقولك حتى على مستوى الشخص يا هو بني آدم جميل محترم وبيفهم يعني مزيكة وعارف يعني إيه الشباب عندها طموح إن أنا أقدر أخذ من الشباب دي طموحهم ونعلى إحنا اللي اتنين يعني فهموا أصدقاً حتى ما أنا عادت مع هنا هو لهم مختلف كمان عن حمدها خالص وهم صدقنا وهم صدقنا بدينا ثقة كده بالظبط جميلة يعني تم ما غنتوش معا ليه؟ كفاية يعني أصلاً كفاية أساساً كفاية كفاية بس هيا الفكرة إن إحنا قعدنا حتى لما اتكلمنا في إيه اللي هي الأغنية بالظبط كنا بتفقين إن هي تبقى عبارة عن إفة فعليه إفة دابعاً دا أخدنا في وقت يعني وقت طويل شوية يا الفكرة جات إن حمادة جيه قعد معاكو هنا في المصنع بالظبط والأغنية طلعت أخدت منك وقت قد إيه؟ وكانت الفكرة إن إنت بتقولي إحنا نعمل إفة جيه الإفة بتاعي إشرب شاي دا منين؟ من هين مصنع؟ أيوة لأ إشمعنا الشاي يعني أصلي إلي جات إزاي يعني؟ أنا نعلك هو في السابق أيوة معي دا نوع إخوتي كنت داماً كلما يقعد مع أورتيجة أورتيجة أقول لي إفة فكل واحد بقى بيرمي إفة من عنده مش عايف قولي إيه قولي إيه قولي إيه وأنا لحد ما أجيبي إفة فهو اللي صرفتها يقولت لولا أيوة أخدت علي هو دا إفة خلاص تبشبت إخواتك هم من غير ما يقصدوا بيساعدوا آه جات كده كل الناس تشرب شاي تشرب إيه؟ أشرب شاي؟ أشرب شاي؟ كسة اللي في الكليب بحقيقة يا خلي بالي بجد؟ كسة واحد فحبنا دي مفاجأة لنا دا خبر حصل دا أخوة ما دا عارف دا حتى قلت له أنا بكتب الكلام والطولة دا كسة حد حقيق من فرقتنا بيعاني المعاناة دي بجد في الـ أشرب شاي؟ أشرب شاي بس أشرب شاي دي أي حاجة